سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير هذا سائل فضيلة الشيخ يقول شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم ما هو الطريق الصحيح لطلب علم الحديث الشريف وهل من الممكن حالتنا على بعض الكتب والشرحات التي تعين على هذا علما بأنني أريد أن أبدأ في الطلب لكن لا أعلم من أين وكيف أبدأ وما توجيه فضيلتكم لمن يريد أن يتخصص في هذا الفن ولكم منا جزيل الشكر الطريق لطلب العلم في الحديث وغيره من العلوم أن يبدأ الطالب في الكتب المؤلفة لصغار الطلاب لطبقة المبتدئين وهنا في علم الحديث يبدأ الطالب بالنسبة لموتون السنة يبدأ بالأربعين النووية لأن حديث جوامع سلك آل العلم تقريرها على مبتدئين من الطلاب ومع ذلك يقرأ عليها الشروح يحضر فيها الدروس ويسمع ما سجل عليها من أشرطة ويستفيد فائدة عظيمة ثم بعد ذلك إذا انتهى من الأربعين يحفظ عمدة الأحكام ثم بعد ذلك البلوغ أو المحرر بن عبد الهادي وإن سمت همته إلى المنطقة إذا كانت حافظته تسعف فلا شك أنه جامع لأحاديث الأحكام وإن كانت همته وحافظته لا تسعفه فإنه بعد دراسة الأربعين والعمدة والبلوغ أو المحرر فإنه يبدأ بدراسة الكتب الأصلية المسندة بدءا بالبخاري فينظر في صحيح البخاري في تراجمه وأسانيد الأحاديث ومتون الأحاديث ويربط بين الحديث والترجمة وينظر في الإسناد من كل وجه في الرجال وفي صيغ الأداء وينظر فيه من حيث الاتصال والانقطاع ومن حيث بالنسبة للبخاري لا نقول من حيث ثقة الرواد فكلهم ثقات على كل حال إذا بدأ بالبخاري فمسألة التصحيح والتضعيف قد كفية لأن كل ما في صحيح البخاري صحيح لكن يتفقه فيربط بين متن الحديث وبين الترجمة وينظر في فقه البخاري رحمه الله في تراجمه كما نص على ذلك أهل العلم ويستفيد فائدة حظيمة فإذا نظر في الرابط بين الترجمة هو مثل الحديث يطالع الشروح على هذا الحديث ثم ينظر إلى مواضع التخريج لهذا الحديث من الصحيح ويقارن بينها في تراجمها وفي أسانيدها وفي صيغ أدائها وفي متونها وينظر الزائد من الناقص ويقارن بين هذه الأمور ويراجع عليه الشروح في المواضع كلها وحينئذ يستفيد علما عظيما وأقول مثل هذا ببقية الأحاديث ثم بقية الكتب والمسألة تحتاج إلى زمن طويل لكن لا يستكثر مثل هذا في دراسة السنة النبوية يعني بعد حفظ القرآن وبعد العناية بكتاب الله ومطالعة تفاسيره يقول وهل من الممكن حالتنا على بعض الكتب والشرحات التي تعين على هذا نعم إذا قرأ في الأربعين أو حفظ الأربعين يراجع عليها شروح مثل شرح النووي صاحب المتن وعض الشروح المختصرة لبعض المناصرين كتبت بأسلوب سهل وميسر ثم بعد ذلك انطالع في جامع العلوم والحكم وإن كان مطولا لا يناسب المتدئين لكن فيه فوائد عظيمة جدا على كل حال بعد الأربعين يقرأ فيه شروح بعد أن يحفظ العمدة ويراجع شروحها مثل شرح ابن تقيق العيد وإن كان يعني فيه صعوبة لكن إذا قرأه على عالم يحلل له ألفاظه استفاد فائدة عظيما لأن هذا المتن متين يربى عليه طالب علم إذا هضمه طالب العلم وفاهمه فإنه لا يصعب عليه شيء من عبارات الشراح وقل مثل هذا ببقية الكتب بلوغ المرام يراجع سبل السلام والبدر التمام وشروح المشايخ المعاصرين المسجلة والمطبوعة وإذا سمت همته إلى الكتب المسندة فشروحها معروفة وفيها أشرطة مع بيان مزاياها وخصائص كل شرح منها يقول علما بأنني أريد أن أبدأ في الطلب لكن لا أعلم من أين وكيف أبدأ قلنا أنك تبدأ بالنسبة لموتون السنة بالطريقة التي شرحناها وبالنسبة لعلوم الحديث تبدأ مثلا بالبيقونية وتنظر في شروحها ثم النخبة وما كتب عليها من شروح وما سجل عليها أيضا وبعد ذلك تقرأ في اختصار علوم الحديث للحافظ بن كذير وشروحه ثم بعد ذلك ألفية العراقي وتجعل همك كله بالنسبة لعمل الحديث في ألفية العراقي وشروحها وتطبق عليها كل باب تأخذه من الألفية تطبق عليه من كتب السنة فتخرج أحاديث وتدرس أسانيدها وتجمع طرقها وتحكم عليها وتستفيد فائدة عظيمة وبالميران يرسخ العلم نظريا وتطبيقيا أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم